تزخر مملكة البحرين ببيئة تنافسية مفتوحة تدعم نموها الاقتصادي وتسهم في تحفيز الإبداع وزيادة الفرص النوعية أمام المواطنين هذه البيئة جعلت المملكة وجهة مثالية للاستثمارات ومركز جذب لمختلف الشركات الإقليمية والعالمية عديد المزايا التي تتمتع بها البحرين لتكون وجهة آمنة وجديرة بثقة المستثمرين في وضع أنشطتهم التجارية داخل بيئة تتسم برزمة من المزايا التنافسية التي تأتي في مقدمتها الكلفة التشغيلية المنخفضة والطاقات الوطنية المؤهلة إلى جانب البنية التحتية والرقمية المتقدمة والمنظومة التشرعية المتماسكة الأمر الذي يبشر بزيادة مستمرة بأعداد الساعين إلى إطلاق أعمالهم ومشاريعهم الاقتصادية الخاصة في المملكة والتوسع بها وهذا ما يوعد بتعزيز موقع البحرين كوجهة استثمارية ومركز جاذب لمختلف الشركات الإقليمية والعالمية بالشكل الذي يحفز من صور الإبداع وتنوعها تحت سماء قطاع الأعمال بما ينعكس إيجابا وبواقع ملموس على زيادة حجم الفرص النوعية أمام المواطنين إلى جانب الجهود التي ينبري لبذلها فريق البحرين عبر تنسيقه المشترك وتكامله لتنفيذ أولويات خطة التعافي الاقتصادي يبرز الدور الوطني الذي يلعبه مجلس التنمية الاقتصادية على صعيد جذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية المباشرة وإبراز المنامة كعاصمة إقليمية مثالية للاستثمار وبخاصة مع إطلاقه لسبع استراتيجيات مهمة تحاكي العديد من القطاعات الحيوية قطاع البنية التحتية والاتصالات والاقتصاد الرقمي وتتناغم مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تعبد الطريقة لمسارات من العمل أرحب بين القطاعين العام والخاص باعتبار أن القطاع الخاص محركا رئيسا للاقتصادي يعزز فرص التطوير في مختلف المجالات الاقتصادية وهو ما يكفل تحقيق مزيد من النجاحات الوطنية بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالة الملك المعظم متجها نحو محطات إنجاز أولويات خطة التعافي الاقتصادي جنبا إلى جنب مع الحكومة لا يتدخر مجلس التنمية الاقتصادية أي جهد للوصول إلى قيمة استثمار خارجي كبير في البحرين تفوق المليارين ونصف المليار دولار أمريكي بحلول العام الجاري وما يثبت صدقية ذلك ما نجح به المجلس خلال العام المنصر في جذب استثمارات مباشرة تزيد على مليار ومائة مليون دولار أمريكي فضلا عن استقطابه لثمان وثمانين شركة من المتوقع أن تستثمر في عدد من القطاعات الواعدة ستخلق ما يزيد على ستة آلاف وثلاثمائة وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة وهو ما يمنح البحرين شهادة تميز لجاذبيتها للمستثمرين وما يدعم ذلك أيضا ما حققته المملكة باعتلائها لمواقع متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية على صعيد حرية الاستثمار لتلفزيون البحرين محمد رشادات